السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا واسعد الله وانفاتكم بكل خير. معلومات هامة. كيف بالببارة ممكن تحط كلمة السر صح ويقولك هي غلط. امتى بتصير هاي الحالة? وشو الحل? وماذا افعل? ركز معي صديق العزيز. ونفترض انت شخص بعد تليفونك وجبت تليفون جديد. فعملت الاستعادات نسبة لنسخة احتياطية. جوجل اول ما تنزل التطبيق مباشرة راح يجب لك بياناتك المحفوظة سحابيا ويزدت لك اياها مثلا بتطبيق البطار. يعني هلا البطار اول ما نزلته من سوق بليه او هو نزل لحاله بحالي. المعلومات كيف اللي ياتها اجت? طلع صورتي وقال لي بس دخل كلمة السر. هلو كلام? هلو كلام? هاي العملية امنة? لا هاي لست امنة. لانه اذا انت شاركت مثلا حسابك الجيميل مع سخص ثاني وسو استعادلة. هاي النسخة ممكن يفتح حسابها. صح? صح. اها هون التطبيقات البنكية. تمام? او المالية بشكل عام. تمنع هذاش. يعني ديوم انا مثل ما راح نشوف هاي كلمة سري. تمام? عام يقول لي. تحقق من معلوماتك. انا معلوماتي واثق تسعة وتسعين فاصلة تسعة بالمئة وصح. عام يعطيك الخيارات وكأنك دخلت كلمة سرغرة. عام يقول لك اختر لسانة للشفرة. تمام? او مثلا بريد الالكتروني ورقم الهاتف. يعني في ادلت خيارات تحت موجود اه تواصل معنا. حلو. الحل بسيط اتنا. الحل ابسط مما تدخيل. راح تدخل على الببارة بهذا الشكل. نقرأ مطولة. معلومات التطبيق. بعدين راح تروح على مسح البيانات بشكل كامل. تم. نقرة رجوع الى الخلف. راح يفتح معك الببارة وكأنك اول مرة تفتح. راح تختار لوك ان. راح تدخل بريدك او رقم هاتفك ما تفرق. لانه انت انطالف فيه هنا اثنين اثنين. يعني الرقم راح يوصل عليه كود والبريد الالكتروني. راح يوصل عليه رابط مشان تنقرأ على كلمة يتأكد. ممتاز جدا. نحن الان دخلنا. دخلنا. نحن مسجدين بريد الالكتروني ورقم هاتف. ما ينفع الان نقول له مثلا عند انشاء حساب ادخل بجوجل او ادخل وكأنك مثلا فيسبوك. تمام ونجي نحن نحط مثلا ايميلنا بالفيسبوك هون لا. انت داخل بجوجل راح تكمل بجوجل. داخل الفيسبوك هتكمل فيسبوك. لانه هو ياخد بياناتك نسبة للفيسبوك. وجوجل. تمام? هاي سواء اثناء الانشاء او تسجيل التقوم. تمام? يعني الان لو نقلنا على انشاء. نفس الخيارات راح تطلع. راح يسجل لك. تمام? معلومات جاهزة من جوجل. معلوماتك اللي بجوجل راح يجيبها وجهز لك اياها. سواء رقم الهاتف والبريد الالكتروني واسمك والقصص. تمام تمام. انا هاي الحالة ما افضلها. نهيا لانو الشخص. راح يتلبك فيها. باي تطبيق ان كان. حتى بالتيك توك. يعني شخص عنده حساب مثلا بالتيك توك. مو عرفان. عجب هو استخدم تسجيل عبر البريد الالكتروني ولا تابع مع جوجل. النتينات نفس الشيء. البريد الالكتروني اللي هو جيميل. تمام? عجب هو سجل هون ولا تابع مع جوجل. يختلف الوضع. لو حط ايميله اللي هو بجوجل. راح يقل له ما في مستخدم بهذا الشيء. لو تابع مع جوجل راح يفتح سوا. عرفت وين النقطة? فريد ذلك. لما انت تسجل? لا. انت حط البريد الالكتروني يوصل الكود عليه وتأكل. لا تتابع مع جوجل. الا اذا كنت خضر. راح دخل الرقمي توصلني رسالة واستمر. وراح نوصل بعدها لمرحلة التحقق من البريد الالكتروني. بهاي المرحلة توصل رسالة عفوا. بهاي المرحلة كثير عالم بتفكر انه لازم توصلني رسالة. وما ما هو منتبه انه كاتبله باسورد فوق. لانه اغلب التطبيقات عودتنا انه بس دخلت رقمك يوصل الكود. لا هون طالب منك كلمة السر. يعني انا وانت وكل الاشخاص يقعوا بها الفخ. هلا انا نقط الرسالة على اساس. بس رسالة عمرها ما راح تجي. لانه هو طالب منك الباسورد اول شي. فراح ندخل له الباسورد. وصلت الرسالة وحطيناها. جيد. الان شو لازم نساوي. في كتير اشخاص بفكروا اشارة الرسالة هاي رسالة تانية. وبتظل هاي العملية وهو واقف هاي المرحلة وحيران. تمام? ولكن هو عم يقله بريدك الالكتروني اللي موجود فوق. بعثنا لك رابط. لو سمحت. اذا انت فعلا صاحب الحساب. راح تقدر تنقر على زر. يوافق او او نايلان. راح نروح نوافق نحن. لدينا رسالة من بابارا. عم يقول تسجيل دخول من جهاز جديد. راح نفتح. سواء ترجمتها ولا ما ترجمتها. ما تفرق. في تحت عبارة اسمها او نايلان. اذا نقرت عليها وما اشتغلت. هاطل لك رابط بحدي. جم كلمة تكلا. تنقر عليها. راح ياخدك على البابارا مباشرة. تمام? راح يعمل وراح يطلع لخاطعة. لح تعطيه السماع. التالي. 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 والامور تمام. اهلا رسالة الخطأ اذا خطأ تقني. بالبرمجة. طلعت رسالة الخطأ هو السبب الخطأ. فتح الحساب بشكل صحيح. وبدون اي مشاكل. تمام? تمام. طبعا صديق العزيز. لعب مع التطبيقات البنكية ما في داعي. خليني اجرب رقم سويسري. خليني اجرب احط رقم الهوية. مثلا من جمهورية اه الصين الشعبية. لا تخبص. لو لو. لو ها. في امل بالمستقبل انك راح تستخدمها يا خدمة. فما في داعي تخبص. لانه اذا انحضر جهازك راح تندم شد النظام. العادة ما يكون التخبيص الخفيف حضره اربعة وعشرين ساعة من استخدام التخبيص. التخبيص من العيالة الثقيل ممكن تاخذ حرمان من الجهاز. يعني. راح تشوف حسابك مثلا اللي ساويته. يفتح لكل الاجهزة اللي جهازك. فلا تحرم نفسك يعني. ولهم بيكون انتهى الفيديو. في حال استفدت او ما استفدت. رأيك بتعليقات. لايكك وديزلايكك واشتراكك. دمتم بامان الله وحفظه. سلامت. اشتركوا في القناة